تحتفل مصر في مثل هذا اليوم 31 مايو من كل عام بعيد الإعلاميين ويأتي العيد لتكريم الرواد والمتميزين وإيمانا بدور الإعلام العطني الكبير في تشكيل وعي ووجدان المصريين غول القاهرة عبارة ملهمة قالها الفنان الراحل أحمد سالم فأشعلت خيال الناس وجمعتهم حول جهاز الراديو ذلك الصندوق الخشبي المعجزة الذي قاد عقول وقلوب الملايين لعقود طويلة في الوضن العربي أخبار خفيفة ولأول مرة وفي تمام الخامسة والنصف من مساء يوم الحادي والسلاسين من مايو من عام 1934 تصدح الإذاعة المصرية بأرقى وأقوى المواد المسموعة نظراً لريادتها وسبقها في الشرق الأوسط حتى صار اليوم أيقونة الاحتفال بعيد الإعلاميين إذا في الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عمالقة وأدباء وفنانون أسعدوا الشعوب العربية بما قدموه من فقرات فنية وسقافية بأصواتهم الرخيمة التي حفرت تاريخها عبر الآذان وشكلوا بجدان الملايين فخلدتهم الجماهير ولطالما كان للإذاعة الدور الأكبر في الحياة السياسية والاكتماعية والثقافية ليس للمصريين فحسب بل لكل شعوب المنطقة كما بصت من خلالها أهم البيانات كبيان صورة السالس والعشرين من يوليو من عام 1952 الذي أذاعه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومن هذا التاريخ الحادي والثلاثين من مايو من عام 1934 بدأت الإذاعة المصرية في تقديم مواد ترفيهية وسقافية ودينية ووصلات غنائية إلى جانب تلاوة القرآن الكريم حتى صارت دنيا جديدة للمستمعين يعرفون من خلالها كل ما يهمهم باختلاف مشاربهم وامتد تأسيرها لكل البلاد العربية والأفريقية عبر أسير شبكاتها المتعددة والمتخصصة والموجهة لدول القارة السمراء وارتفع صرح الإعلام المصري وانضم تلفزيون لمؤسسة الإذاعة وتحلقت حولهما الأمة العربية وظل للإذاعة وتلفزيون رونقهما وظلت للإعلام المسموع والمرئي سطوته على قلوب الناس ولم يستطع أن يزهزحه أي اختراع جديد عن عرشه ولا سيما في المواسم والأعياد المصرية وفي العقد الأخير وضعت القيادة السياسية دعمها للإعلام على رأس أولوياتها لمعرفتها بأهميته في تنوير الفكر المجتمعي للشعوب ولا سيما بعد ظهور حروب الجيل الرابع وزاد الاهتمام ببناء الشخصية المصرية والحفاظ على هويتها الفريدة ومساندة الدولة في تنفيذ خطط التنمية المنتشرة في كل ربوع مصر لبناء الجمهورية الجديدة من خلال مساق شرف ملزم لكل إعلامي بأخلاقيات المهنة وبأدبياتها